في المينة بيبدأ مع الطفلة ماتة واللي بتزعق لها مامتها وبتضربها لأنها قفلت باب الشقة وما فيش حد جوه عشان يفتحها وبيرجع باباها من الشغل وبيشوف كل الجيران واقفين قدام باب الشقة وبيحاولوا يساعدوهم وبيكونوش عارفين فبياخدها باباها من إيدها وبيتكلم معاها بهدوه وبيسألها ازاي قفلته ولما بتشرح له بيعجب بزكاها وبيقول لها انها لو قدرت تفتحها هيعترف انها زكاية قدام كل الناس ومش هيزعل منها وبعدها بنروح للطفل نكال اللي بابا بيبقى حبسه في القوضة عشان يذاكر وبيبقى بابا بيشتغل زابط وبيجيب حارس يوقفه قدام البيت وبيوصي انه ما يخليش نكال يخرج وبياخد مامة نكاله بيروحه للسينما وبعدها بيتفاجأ الاب ان الحارس جايه له السينما وبيديله دواء وبيقوله انه نكال طلب منه يجيبهوله لانه عنده السكر ونسي ياخد الدواء فبيتعصب عليه وبيقوله انه مش مريض سكر وبيعرف انه نكال عمل كده عشان يضحك عليه ويخرج وبيروح لهم السينما وبيقعد نكال يتفرج على الفيلم من الاتجاه التاني عشان محدش من اهله يشوفه وبعد مرور 14 سنة بيكبر نكاله وبيبقى لسه بمتغيرشه بتفضل معاملة اهله معاه زي ما هي وبيقفل عليه بابا الباب منبرة علشان يعرف هي ذاكر وفي الوقت ده بيتصل نكال بمامته وبيقول لها انه سافر وراح يحضر فرح واحد ساحبه وبيقول لها انه خرج من شباك القوضة واسناء ما بيتكلم في التليفون بيشوف بنت معاها شنط وبتهرب من بيتها وبيشوفها وهي بتنط من فوق السور فبيروح يساعدها وبيشيل معاها الشنط وبيتعرف عليها وبيحس ان تصرفاتها وشخصيتها تشبهله وبتقوله انها رايحة المطار وبتعرض عليه انه يسافر معاها لكن كلمة بيوافقش وبيرجع لفرح صاحبه تاني وهناك بيشوف بنت بتلفت انتباهه وبيعجب بيها من النظرة الاولى وبيعرف ان اسمها كاريشما انها تبقى اخت العروسة وبعد مرور سبع سنين بينشوف نيكل وهو بيخطب كاريشما وبعد الخطوبة بيقعد مع باباها وبيطلب منه مبلغ كبير علشان يبدأ بيه مشروعه وبيستغل لن رجل اعمال غني وعنده شركة كبيرة لكن باباها بيرفض وبيقوله انه عارف كل حاجة عن الفلوس اللي اخدها من كاريشما علشان يشقة وبعدها بيروح يقول لبنته على كل حاجة وبيقول لها انه مش مرتاح لميكل لانه طول الوقت بيطلب منهم فلوس فبتتعصب كاريشما وبتروح لخطبها وبتديله خاتم الخطوبة وبتقوله انها مش عايزة تشوفه تاني وبتبقاش مصدقة انه طلب فلوس من باباها فبيعتذر لها نيكله بيقولها انه هيحاول يحل مشكلته في خلال الاسبوع اللي قبل الفرح ومش هيستلف من اهلها فلوس تاني وبيرجعوا البعض وفي الفترة دي بيبدأ نيكل يستعد للفرح وفي يوم بتكلمه خطبته وبتطلب منه انه يقابلها انها عندها مشكلة وعايزة يحلها لها وبتحكيله انها عايزة يشوف اي مكان يستضيف في بنت او يحجز لها غرفة في فندق ولما بيروح يقابلهم بيكتشف ان البنت دي تبقى هي ميتة اللي قابلها قبل كده وهي بتهرب من البيت وساعدها تروح المطار وبتسوبهم كاريشما وقبل ما تمشي تقول لميتة ان نيكل مش هيسيبها وهيجيب لها سكن لحد ما تقدر تحل مشكلتها وترجع تاني للبيت وبتديها موبايل تخليه معاها وبيحاول نيكل انه يفكرها بنفسه بس ما بتكونش فاكراه وبياخدها وبيمشي عشان يقابله الشخص اللي هو اتفق معه على السكن وفي الطريق بيلاحظ نيكل انها بتتصرف تصرفات غريبة وكأنها مش عقلة وبتاخد ادوية شكلها غريب ولما بيوصلوا بيقف نيكل بالعربية وبيشاور لها عالشخص اللي هيوديها للسكن فبتنزل ميتة من غير ما تودعه ولا تشكره وحتى مش بتستنى لما يخلص كلامه معاها وبالليل بيحتفل اهل نيكل مع اهل كاريشما باحتفالات ما قبل الزواج وبيتكلم واحد من اهل كاريشما عن اخوتها البنات واللي بتبقى منهم ميتة وبيقولوا انهم مختلفين عن كاريشما تماما في كل حاجة وقتها بيتصد من نيكل لانه ما كانش يعرف ان ميتة تبقى اخت خطبت وبيروح بسرعة ينادي على كاريشما وبيسألها وبتستغرب هي ليه عمرها ما حكيت له ان ميتة تبقى اختها فبتقول له كاريشما انها هربت من البيت ينفرح اختهم من كزا سنة ومن وقتها وفي مشاكل كتير بينها وبين باباهم وموامتهم وبتطلب منه انه ما يقولش لاي حد انها رجع التاني للهند عشان ما يحصلهاش مشاكل وبعد الحفلة بيفضل نيكل قلقان طول الليل ما بيجيليش نوم وبيتصل بمتة عشان يطمن عليها ويشوفها مرتاحة في الساكن الجديد ولا لا ولما ما بيتردش بيزيد قلق اكتر وبيقرر انه يروح بنفسه للمكان وبيتصدم لما بيلاقيها في قوضة سيئة جدا ومش نضيفة وبيصحيها من النوم وبياخدها من المكان ده وبيقول لها انه هيشوف لها مكان تاني احسن وفي الطريق بيتصل باستمثار اللي جاب لها القوضة وبيتخنق معالة انه مفهمش طلبه ونصب عليه وبيقرر انه ياخدها تقعد في شقيته مع اهله بشكل مؤقت علشان ما بيبقاش في اي حجوزات متاحة في الفنادق في الفترة دي وبيلاحظ ناكل عليها وهم راجبين العربية انها لسه بتتصرف بطريقة غريبة وبيرجحوا لبيته وبيبقوا اهلي ناكل كلهم نايمين وما حدش بيشوفها تاني وتاني يوم بتصحى ميتها الصبح على صوت طفل قريب واللي بيبقى قريب ناكله هو بيلعب وبيخبطها بالكرة وهي نايمة في نفس الوقت بيجي لها مكالمة من صاحبتها في الصين وبعد ما بتقفل متى معاها وبتطلع تفطر مع اهلي ناكله وبتتعامل بشكل طبيعي جدا كأنه بيتها وهم بيبقوا مستغربينها جدا وما يعرفوش هي مين ولما بيسألوها عن نفسها بتقولهم انها صاحبة كبير وده اخو ناكله والسوق حظها بيبقى كبير واقف معاهم ولما بيسمعها بيتصدم لانه اول مرة يشوفها لكن بيجي ناكل بسرعة وبيشاورله عشان يقول انها صاحبته ولما بتسمعهم متى وهما بيقولوا انهم عايزين يروحوا السوق بتقولهم ان هي كمان رايحة وبتعرض عليهم تاخدهم معاه وده بيخلي ناكله يكون قلقان وبينزل وراها قبل ما تتحرك وبيأكد عليها انها ما تقولش لحد انها اخت كريشما وبعدها بيروح شغله وبيقابل مستثمرين وبيتكلم معاهم عشان يمولولوا له المشروع بتاعه في نفس الوقت بيجيروا تلفون من خطبته كريشما وبتسأله عن المكان اللي قاعدة فيه اختها متى لما بيقولها انها قاعدة عنده في البيت بتتعصب عليه وبتقوله انها بتتعطى مخدرات وهتعمله مشاكل فبيتخض ناكله وبيفتكر انها رحت مع اهله السوق وبتقوله كريشما ان المحل بتاع باباها هناك ممكن يشوفها فبيقفل معاها وبيعتذر للراجل اللي قاعد معاه وبيروح بسرعة عشان يلحقها وفي الوقت ده بيبقى باباها على وشك انه يشوفها وبياخدها ناكل من وسط اهله من غير ما حد ياخد باله وبيمشوا بسرعة من المكان ولما بيعودوا مع بعض بيسألها عن السبب اللي بيخليها تتعطى المخدرات فبتقوله انها مش مخدرات وانها ادوية وعلاج بيساعدها تتخلص من التوتر والاكتئاب فلما بيبحث ناكل عن اسم الادوية دي بيلاقي انها خطيرة جدا وليها اعراض جانبية كتيرة وبيستغرب ان ميتة عارفة كل الاعراض دي والامراض اللي ممكن تجي لها ومكملة وانه ممكن يوصل بيها الحال انها تموت فبيتعصى بنكل عليها اكتر وبيقولها انها باية مدمنة للادوية دي وبعدها بياخدها للمكان اللي هيعمله في الفرح ويوريها الحفلة اللي عملها الكريشمة وبيبدأ العمال يطلبوا منه انه يجربها بتبقى عبارة عن كرسي بيترفع وبيلف في السماء وسط الورد والالعاب الناري وبيطلبوا العمال من ميتة انها تجربوا معاه وبيفتكروا انها كريشمة ولما بتقعد ميتة جنبه بتبقى مبسوطة جدا وبتقولوا انها حس احساس اول مرة تحسه بعد ما بينزروا بياخدها وبيرجع لبيته وهناك بيبدأ بابا يشك فيها طول الوقت وبيرقبها بسبب تصرفاتها الغريبة قدامهم وبالليل بتبقى كريشمة عاملة حفلة في بيتها وبيجهز نيكل عشان يروح ولما بتشوفوا ميتة بتقولوا انها عايزة تروح معاه عشان تشوف باباها ولما بيلاقيها مصرة بياخدها معاه وفي الطريق بتفتكر ميتة طريقة تعاملهم معاها وبتفتكر اخر مرة لما عمها ضربها عشان باباها مدلعها ووقتها قررت انها تهرب وتسيب البيت لما بيوصلوا بيسيبها نيكل في العربية وبينزل يدخل الحفلة وبيقول لكريشمة انها جات معاه ومستنيها بره فبتتعصب عليه لانه متسرع وعمل كده من غير ما يرجع لها وبتقولوا انها ميتة قبل ما تهرب من البيت سرقت كل الفلوس وهيتسبب ان باباها تعبوا دخل المستشفى واكيد لو شفها النهاردة هيتعب تاني ومش هيستحمل فبيسيبها نيكل وبيجري بسرعة عشان يلحقها لكنه لما بيروح مش بيلاقيها وبيفضل يدور عليها في الحفلة وبيلاقيها بترقص وعمها بيكون واقف في ظهره وعلى وشك انه يشوفها وفجأة بينزل مطر شديد وكل الموجودين بيجروا جوه البيت فبيستغل نيكل الفرصة وبياخدها بسرعة برى الحفلة وبيركبوا العربية وبيمشوا وبيبقوا طول الطريق متعصب عليها وفجأة العربية بتعتل بهم وبتقف ما بيعرفش نيكل يتصرف لكن بيتصدم لما بيلاقي متى قدرت تفهم المشكلة وتحله وبيستغرب وبيسألها ازاي عرفت تعملها فبتقولوا انها مهندسة وانها لما سرقت الفلوس من باباها كان عشان تعمل مشروعها وتكمل دراستها اللي هو ما كانش موافق عليها هو وعمه وعشان كده سابته مسافرة الصين وخلصت دراستها هناك وبتقولوا انها بنت معمل عشان تعمل فيه ابحاثها لكن الفلوس اللي معها خلصت بتغلي انها استلفت فلوس من ناس كتير هناك وعملين معها مشاكل واضطرت انها ترجع تسرق من اهلها فلوس تاني وفي الوقت ده بيسيبها نيكله وبيرجع لحفلة تاني لكن بيلاقي ان المفاجأة اللي كان محضرها الكريش مبازك وبتبقى كريش مزعلانة منه لانه سابها في الحفلة ومشي وبتطلب منه انهم ينفصلوا عن بعض وبتقولوا انه ما استحقهاش وبتمشي فبيرجع نيكل البيت وهو متضيق وبيعود لوحده لما بتشوفه متى بتروح تتكلم معاه وبتعمله حركة يعملها وبتقوله ان الحركة دي هتخرج الطاقة السلبية والتوتر من جواه فبيحكي لها نيكل عن مشكلته مع اختها وبيقولها انها بتنفصل عنه بسبب اي مشكلة تحصل بينهم فبتقوله متى بكل بساطة يسيبها لكنه بيرفض وبيقولها انه ما يقدرش يعمل كده انه بيحبها مش هيلاقي حد زيها تاني وتاني يوم الصبح بيبدأوا يجهزوا المراسم الجواز بتلاحظ مامة نيكل ان العقد بتاعها تسرق بيفضل يدوروا عليه وما بيلاقهوش لما بيحس نيكل ان فيه مشكلة بياخد متى وبيدخلها جوه قوضة وبيقفل عليها بعد ما بيخلص المراسم بيكون نيكل عنده معدمع مستثمر عشان يموله مشروعه وبيجهز عشان يروح له لكن بعد ما بينزل من البيت يفتكره النسى حاجة وبيرجع تاني وبيشوفوا القوضة وهي لسه مقفولة وبيفتكر متى ولما بيدخلها بتصعب عليه وبياخدها مع الاجتماع وبيكون نيكل متوتر جدا وخايف الاجتماع يبوز لانه محتاج الفلوس ضروري فبيتهدي متى وبتشجعه بعد ما بيقابل نيكل الراجل بيرفض فكرته ما بيوفقش يديله الفلوس فبيخرج من عنده وهو محبط جدا وقتها بتعرض متى عليه انها تديه فلوس من اللي هتاخدها من باباها لكنه بيرفضوا بيرجعوا البيت وبالليل بتخرج متى من البيت وبتبقى متعمدة ان ما حدش يشوفها وبيخرج وراها نيكله وبيسألها عن المكان اللي هي رايحها فبتقوله انها عايزة تشوف باباها حتى لو من بعيد فبتسعب عليه وبيقرر انه يساعدها وبيروح معاه وبياخد باباها وبيخرجه ويقفه في البلكونة عشان يخليها تشوف وبهنا بينزل بتشكره وبتقوله انه مش لايق على كريشما اختها انه لايق عليها هي اكتر فبيقولها انه بيحب كريشما مش بيفكر في حد غيرها المقتنع انه مفيش حد مثالي وخالي من كل العيو حتى هي كمان اكيد مش مثالي وتاني يوم بتسحى متى من النمو بتلاقي اصحابها في الصين بيكلموها وهم منهرين وبيقولها ان المستثمرين يواخدين منهم فلوس اقتحموا المعمل واخدوا كل حاجة فيه وقتها بتبقى متى مش عارفة تعمل ايه فبتقرر انها تروح تحكي لنيكله وبتطلب منه يساعدها لانها كاتبة العود باسم باباها ومزورة امضيته لو المستثمرين قدموا الورق ده للمحكمة هيتسجن وهو مالوش زنب وبتقنع انها مفيش قدامها حل تاني غير انه يساعدها تسرق من اهلها عشان تحل المشكلة بسرعة وقبل ما يساعدها نيكل بيروح يعمل محاولة اخيرة مع باباها وبيطلب منه فلوس كأنها ليه بس هو بيرفض ولما بيرجع نيكل البيت بلاقي متى واخد كل حاجتها وعايزة تمشي فبيفضل نيكل يتحيل عليها ويقنعها انها ما تمشيش ولما بيشوفوا اهله بيستغربوا تصرفاته وبيفتكروا انه بيحبها بعدما بيقنعها انها تقعد بيقولها انه موافق يساعدها وبيخططوا مع بعضه بيقولها نيكل انها لو راحت البيت عشان تعتذر لأهلها عن اللي عملته وقتها البيت كله هيتقلب لفوضى لانهم هيتفجوا بوجودها وزاعتها هو هيدخل يفتح الكمبيوتر وينفز الخطوات كلها اللي هتقوله عليه وفعلا لما بيروحوا كلهم بيتصدموا بوجودها وبيتعصبوا عليها جدا لانهم بيبقوا فاكرين انها رجع في الوقت ده بالذات عشان تباوز فرح اختها كاريشما زي ما عملت قبل كده وفي نفس الوقت بيدخل نيكل يفتح الكمبيوتر وبيتفاجئ ان الباسورد اللي عمله باباها باسمها لانها اكتر واحدة بيحبها فاخواته رغم اسوته عليه لما بيشوفها عماها بيضربها وبيعايزها تسيب البيت وبتمشي لكن باباها بيدفع عنها المرة دي وبيمنعه وبيقولها انه كان مستنيها بقالوا سنين عشان ترجع ده غير انه كان بيدور عليها في كل مكانه ما كانش بيلاقيها وبيحضنها وبيقولها انها تفضل معاهم وش هتمشي تاني وفي نهاية اليوم بيديها نيكل كل المعلومات اللي كانت عايزاها وبيمشي وبتشكره انه سعيدها وتاني يوم بتقرر متى انها تحكي لباباها كل حاجة وبتقوله انها محتاجة فلوس عشان تكمل مشروعها من تاني وكانت راجع عشان تسرق وبتتفاجئ من رده عليها لما بيقولها انه هيديها كل الفلوس اللي هي عايزاها وبتفرح جدا متى لانها بتحس انه كل مشاكلها تحلت خلاص ورغم ان نيكل بيحب كريشما وكان عايز يتجاوزها لكن قبل الفرح بيحس انه تعلق بمتا ومش قادر يباد عنها وبيتفاجئ بيها لما بتجيله قبل الفرح وبتطلب منه انه يتجاوزه ويسافره مع بعض بس هو بيرفض وتاني يوم بتقرر متى انها تسافر الصين تاني وبعد ما اخدت الفلوس من بابها وصلحت اهلها وفي نفس اليوم بيبقى فرح نيكله كريشما وبتشوف كريشما بالصدفة التليفون اللي كانت ميديها لاختها لما رجعت من السفر وبتقرى كل الرسالة اللي بينها وبنخطيبها وبتعرف انهم كانوا عندهم مشاعر لبعض وطبعا بتتصدم وبتتأكد انه ما بقاش يحبها وفي الفرح بتقرر انها ما تكملش معاه وبينفصله وبيسيب نيكل الفرح وبيروح بسرعة عشان يلحق متى بعد ما بقى متأكد انه بيحبها وماقدرش يعيش من غيرها وبيحاول عم كريشما انه يمنعه يمشي فبيضطر نيكله انه ينط من فوق الصور وفي نفس اللحظة بتوصل متى وبتشوفه وبتكون هي كمان راجعة عشانه وبتساعده ينزل زي ما ساعدها في اول مرة تقابلوا فيها وبيقرروا انهم يسافروا مع بعض ويتجوزوا ويقض حياتهم سوا الفيديو ده كتابته امان ماهر وسجلته امال عقيل ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلو لصفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو انا يعني وفلو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو لصفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والانيمي سليم